اشتركوا في القناة 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 ولا تعتدوا اشتركوا في القناة 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 يعلم الرب عز وجل من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله بعض الصحابة جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله لنا إخوان كانوا يصلون إلى بيت المقدس ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة ما حكمهم وما حكم صلاتهم سمى الرب عز وجل الصلاة هنا إيمانا وأخبرهم أنه لن يضيع هذه الصلاة سواء صلوها على القبلة الأولى قبل النسخ أو على القبلة الثانية وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فترة من فترات التشريع في هذا الدين في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة موسيقى 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 علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك قافلة تجارية خرجت من مكة إلى الشام وعلم أنها ستعود مرة أخرى قافلة كبيرة فيها ألف بعير محملة بأقتابها وأحلاسها وأموالها وعليها أبو سفيان بن حرب فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بهذا وقال لهم خرجوا إلى هذه العير إلى هذه القافلة فإن فيها أموال قريش أموالهم التي سلبت منهم قال لعل الله أن ينفلكمها لعلكم تحصلوا على هذه الأموال فقد سلبت قريش منكم أموالكم فخرج الصحابة ببعض سلاحهم لم يكونوا يتوقعون قتالا فالقافلة تجارية أصلا فلم يخرج منهم إلا ثلاثمائة وبضعة عشر نفرا والأكثرون جلسوا ولم يكن فيهم إلا فارسان الزبير بن العوام والمقداد بن أسود وبعضهم جلس لأن النفير لم يكن عاما خرج الجيش من المدينة جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللواء لمصعب ابن عمير وقسمهم إلى فرقتين المهاجرون والأنصار أما المهاجرون فعليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأما الأنصار فعليهم سعد بن معاد علم بالخبرمن أبو سفيان فأرسل رسولا مسرعا إلى مكة يحذرهم أن الأموال ستسلب ولم يكن رسول الله ولا أصحابه يتوقعون هذا فجاءهم الرسول اسمه ضنضم الغفاري أسرع إلى مكة فشق قميصه وصرخ بالناس يا معشر قريش يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة فتجمع الناس ما الخبر قال أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث فثار الناس في مكة كل منهم يتجهز للقتال ويقولون أيظن محمد وأصحابه أنها ستكون كعير بن الحضرمي أيظن أننا بهذه السهولة تسلب أموالنا والله ليعلمن محمد وأصحابه من القوم وتجهزت أحمكة كلها بسلاحها ورجالها وقادتها وفرسانها ألف وثلاثمائة رجل كل أشراف قريش خرجوا تخلف من؟ أبو لهد تعذر بعذر وأرسل مكانه رجلا أراد أمية بن خلف أن يتخلف فجلس فجاءه عقبة بن أبي معيد صاحبه فقال يا أمية استجمر يعني تطيب وتزين فإنما أنت من النساء قال ولما تقول هذا؟ قال لا يتخلف عن القتال إلا النساء قال قبحك الله وقبح ما جئت به فقام أمية وجهز نفسه لم يبق من السادة والأشراف أحد جاءهم إبليس بنفسه بصورة سراقح ابن مالك فقال لهم أيها الناس إنكم اليوم غالبون وأنا جار لكم من كنانة كنانة لن تقترب منكم خرجوا لقتال محمد وأصحابه فإنكم اليوم منتصرون أخذ يحرضهم ويشجعهم وينفخ فيهم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وإذا بالناس يتشجعون وإذا بهم يتجهزون أبو سفيان وهو يعود بالقافلة كان حذرا متوجسا أرسل بعض المستكشفين في الطرق فإذا به يعلم أن الطريق الرئيسي قطعه محمد وأصحابه أبو سفيان ماذا فعل اتخذ طريقا آخر طريق الساحل ليثر بالعير وبالقافلة ألف بعير لا يحرسها إلا أربعون رجلا لا يستطيعون أن يقفوا أمام محمد وأصحابه فلتت العير فأرسل رسولا إلى مكة يخبرهم أننا فلتنا وأن محمدا لم يدركنا جاء الخبر إلى من؟ إلى كفار قريش وقد جهزوا ألف وثلاثمائة مقاتل بسلاحهم وعتادهم فلما وصل الخبر إلى قريش أرادت العودح والرجوع فنفخ فيهم إبليس وشجعهم مرة أخرى تقدموا وقاتلوا فإنكم اليوم غالبون هذه فرصتكم فقام فيهم أبو جهل خطيبا قال والله لا نرجع أبدا بل نسير إلى بدر فنمكث فيها ثلاثة أيام ننحر الجزور نطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف القيام وتسمع بنا العرب وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ أهم شي عندهم السمعة بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وهكذا خرجت قريش فإذا بالأخنس ابن شريق زعيم بني زهرة ينسحب وانسحب معه ثلاثمائة رجل فبقي ألف مقاتل يتوجهون إلى بدر جيش المسلمين يتحرك كان يتمنى ويريد أن يدرك عير أبي سفيان لكنه علم أن العير فلتت وإنه لابد من المواجهة مع جيش أبي جهل والقتال ولم يكن جيش المسلمين مستعداً لهذا جمع النبي أصحابه وأهل الرأي فيهم قال أشير علي أيها القوم ماذا أفعل ماذا نصنع رجعنا إلى المدينة هاجمونا فيها وإن واجهناهم لم نكن مستعدين لهذا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أيها القوم أشروا علي ماذا أصنع وماذا أفعل قام أبو بكر فأحسن الكلام فأثنى النبي عليه ثم قام عمر رضي الله عنه فأحسن الكلام فأثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ثم قام المقداد ابن عمر فأحسن الكلام وقال يا رسول الله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون بل اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون والله لو سرت بنا حتى برك الغماد لسرنا معك نقاتل دونك يا رسول الله فسر النبي بهذا لكنه قال أيضا أشيروا علي أيها القوم يريد من يريد الأنصار الثلاثة من المهاجرين وهو يريد رأي الأنصار فالأنصار بايعوا النبي على القتال في المدينة لم يبايعوه على القتال خارج المدينة أشيروا علي أيها القوم ففهم لهذا سعد بن معاذ قال كأنك تريدون يا رسول الله قال أجل أريدكم أنتم قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وبايعناك يا رسول الله بايعناك أي بايعناك على القتال وبايعناك على الإيمان ولك منا السمع والطاعة فوالله يا رسول الله لو استعرفت بنا هذا البحر فخدته لخضناه معك ما تخلف ما تخلف منا رجل واحد سعد بن معاذ تكلم عن نفسه وعن الأنصار جميعا يقول والله ما تخلف منا رجل واحد وإنا لا نكره أن نلقى العدو غدا وإنا لا صبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا خيرا فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال سيروا سيروا وأبشروا فإن الله عز وجل وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أرى مصارع القوم لكأني أرى مصارع القوم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم كان يتمنون عرى بسفيان وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وهكذا سار جيش المسلمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جيش المسلمين باتجاه بدر ونزل قريبا من بدر وعسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه ثم ذهب مع صاحبه أبي بكر يستكشفان المكان ويستطلعان الأمر فوجد النبي شيخا كبيرا من العرب فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله سؤالا قال أيها الرجل أخبرنا عن قريش وجيش قريش وأخبرنا عن محمد وأصحابه فقال الرجل وممن أنتما قال لن نخبرك حتى تخبرنا وسأل النبي عن نفسه وعن أصحابه حتى يعمي عليه فالحرب خدعه فسأل الرجل وممن أنتما قال لن نخبرك حتى تخبرنا قال أواذاك بذاك قال نعم ذاك بذاك فقال الرجل العربي وكان عالما خبيرا بالمسير وبالسفر وبالطرق وبمشي الناس قال أخبرت أن قريشا خرجت في يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم الآن بمكان كذا أخبر النبي بمكان قريش قال وأخبرت أن محمد وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم الآن في مكان كذا وكذا فأخبر النبي بمكانه وأخبره عن مكان قريش ثم سأله أي الرجل العربي الشيخ العربي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أنتما فقال النبي نحن من ماء نحن من ماء ثم غادر النبي والرجل يسأل وأي ماء هذا أهو ماء العراق والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصد الماء الذي خلق الإنسان منه فكل إنسان جاء من ماء فأخبره بهذا ليعمي عليه من هو ومن صاحبه رجع النبي إلى معسكره وإلى جيشه ثم لما أمس المساء أرسل ثلاثة يستطيعون الأمر علي بن أبي طالب الزبير بن العوام سعد بن أبي وقاص أرسل النبي أولئك الثلاثة يستخبرون الأمر ويستكشفون المكان فوصلوا إلى بئر في بدر فوجدوا غلامين يستسقيان من البئر يجلبون ماء من البئر فمسكوهما وألقوا عليهم القبض اثنان غلامان فسئل من أنتما قالوا نحن نسقي لقريش فجاءوا بهما إلى من إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فوجدوا النبي يصلي فمسك الغلامين قالوا لمن تسقيان قال نسقي لقريش فضربوهما قال نسقي لقريش فضربوهما وكأن الصحابة لم يكن يريدان هذا الجواب كان يريدون أن يقول الغلامان نحن نسقي لأبي سفيان أراد الصحابة ولا زال في قلوبهم أن يحصلوا على جيش وعير أبي سفيان فضربوهما حتى قال الغلامان قال نحن لأبي سفيان فتركهما الصحابة فلما قضى النبي صلاته قال لما صدقاكم ضربتموهم ولما كذباكم تركتموهم هما لقريش ثم جاء النبي يسأل الغلامين قال أين القوم قال الغلامان هم وراء هذا الكثيب في العدوة القصوى قال وكم القوم قال كثير قال كم عدتهم قالوا لا ندري الغلامان لا يدريان قال النبي لهما كم ينحران قالوا يوم ينحرون تسعة من الإبل ويوم ينحرون عشرة فقال النبي لأصحابه هم بين التسعمائة والألف عرف النبي عدتهم ثم قال لهما من فيهما من الأشراف فقال الغلامان عتبة وشيبة بن ربيعة أبو البختري أمية بن خلف حكيم بن حزام فلان وفلان فقال النبي أيها الناس إن مكة ألقت إليكم أفلاذ أكبادها وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر مع أصحابه وعسكر عند بئر من الآبار فقام إليه الحباب ابن المندر فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله عز وجل لا نتقدم عليه ولا نتأخر أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال بل الرأي والحرب والمكيدة قال إذن ليس هذا بمنزل يا رسول الله ننزل عند أدنى بئر من القوم فنغور ما عداه يعني نخرب ما عداه ثم نبني حوضا ونملأه ماء فنقاتل القوم ونشرب ولا يشربون فابتسم النبي وقال نعم الرأي الرأي رأيك وأخذ النبي برأيه لأن وأمرهم شورى بينهم ثم جاء له سعد بن معاذ قال يا رسول الله نبني لك عريشا مقرا تجلس فيه ليخطط للمعركة وينظم للمعركة مقرا للقيادة فاستحسن النبي الرأي فبنى له مقرا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يجلس فيه يخطط للمعركة ثم جاءت فتية شبيبة من الأنصار يتطوعون لحراسة النبي يلتفون حوله وحول مقر قيادته يحرسونه فهو قائد المعركة وهو إمام هذه الأمة ثم بعد أن نظم الجيش وأعطى كل واحد منهم مقره مكانه الميمنة البيسرة المقدمة المؤخرة وأعطى كل واحد وظيفته أخذ يرفع المعنويات وقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله يبين مصارع القوم وارتفعت المعنويات وفي المقابل كفار قريش قد عسكروا قريبا منهم في بدر وحاولوا الوصول إلى البئر ليشربوا فلم يستطيعوا وكلما اقترب واحد منهم قتل وكلما أراد رجل منهم أن يشرب الصرع إلا حكيم ابن حزام لأن الله سيقدر له أنه سيسلم وبات الجيش جيش مكة خائفون وجلون مع أنهم أكثر عددا وأكثر عتادا وعدة وقد جهزوا أنفسهم للقتال أرسلوا رجلا منهم اسمه عمير ابن وهب يستطلع جيش المسلمين فرجع قالوا ماذا رأيت قالهم ثلاثمئة يزيدون أو يقلون يعني بين هذا العدد ثم قال يا معشر قريش والله لقد رأيت البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت أي الموت معهم والله لن يموت أحد منهم إلا ويقتل رجلا منكم انظروا للمعنويات فدب الرعب والخوف في الصفوف فقام حكيم بن حزام يريد أن يسحب الجيش يريد أن يتراجع معنويات في الأرض ونفوس خارت قواها فإذا بحكيم يذهب إلى عتبة قال يا عتبة اقنع الناس وأخبر الناس لنتراجع فقام عتبة في القوم قال على ما تقتلون الناس قال أن يقتل أحد منكم واحدا منهم فلا يزال الرجل ينظر في وجهه طوال حياته قتل ابن عمه أو قتل ابن خاله لما تقتلون دعوا محمدا والعرب سمع أبو جهل بهذا فغضب وقال عن عتبة انتفخ سحره لما رأى محمدا ثم ذهب أبو جهل الخبيث يريد القتال في قلبي حقد على رسول الله فذهب إلى رجل اسمه عامر قتل أخوه قبل هذا قال نظرت إلى ثأرك الآن بعينيك وعتبة يريد أن يضعف الهمم ويخور الجيش فقام عامر إلى الناس وهو يقول وعمراه وعمراه يصرخ يتذكر ثأر أخيه فثارت مرة أخرى قواهم وإذا بهم يستعدون للقتال حل الليل أي ليلة؟ أي ليلة؟ من شهر رمضان وكانت ليلة جمعة من السنة الثانية للهجرة جيش المسلمين عسكر جيش الكافرين عسكر ظل النبي قائما يصلي طوال الليل وأنزل الله على المؤمنين النعاس لتهدى أنفسهم ثم نزل المطر رحمة على المؤمنين وعذابا على الكافرين إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إنها ليلة صبيحتها أعظم معركة في تاريخ هذه الأمة كالنور في جنح الضلاء جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الضلاء جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى الله عليه وسلم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة